موسيقى السلام عليكم هل تشعر راسك دافع؟ مزير قليلا عندك الامتحانات لم يكن الوقت وتقدر تشريعه بالفلوس إذا كان ممكن ولدوست الامتحانات وخدمتي قليلا وليس تقدر تكون كنت توجد من الأول الخدمة ولكن عندما يقرب الامتحانات كل شيء يترون وكنت نسى لك شيء من حالة وصراحة هذا الشيء كامل لا يجعل لك النفسية مزيانة ويحطم لك المعنويات وسيقع لك الكثير من الناس ليس بوحدك لا تيأس في الحياة نقلبه على النمو المستمر غدا نكون نحسن من اليوم وشعر الجاي نكون نحسن من غدا كيف عش؟ أنت اليوم ووقع لك هذا الشيء لم تكن توجد من الأول واليوم والتي مزير يجب أن تعترف معداتك بأنك لا تقدر على عمل الوقت وذلك بعد حسيتي وفي حالاتك كنت توجد من الأول وفي الأخر تخربك لك هذا الشيء فره كان شيء يحويج لك أنت تقوم بمشي هما هذا ويجب أنت تطلح وكأنك توجد من الأول مزيان يعني إما كنت توجد عشوائيا وما تقوم بمشيء ولا أترى عليك أن عسل مخربك وصحتك ودماغك لا يبقى هما هذا وهذا كاملين عندهم حلول خاصة غير أنت تبقى تقلب على أصل المشكين لكي تعلجوا وهكذا ستكون غادف وحضر لهم حيث هنا دائما كنت تعلموا وحتى الضابة باقي كل شيء قدامك ما فيسك شتران كيف ما بغي يكون الماضي ديالك وشنو درتي فيه أنا سأركز معك على الحاضر اليوم والتي جاي غدا والله ممشي الحال ولكن سنطلب منك شيء واحد تعترف بالأخطاء اللي درتي وتكتبهم باش في الأشهر الجاية تخدم عليهم حيث تكون كتقرأ بالنظام فلا تسننش النتيجة تكون كيف ما تنتظر إلا كانوا قربوا الانتحانات ثير دووزهم بذلك الشيء اللي وجدتي وطلب من الله التوفق ولكن غدا تتواعد نفسك بأنك غدا غدا تكون أحسن ولكن انت دووزتي وذلك الشيء ما كيرضيش فلا تقنك من رحمة الله الله سبحانه وتعالى تقول لنا في محكم كتابي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الزنوم جميعا إنه هو الغفور الرحيم انت اش من دو درتي واش قتلتي فوحد القصة يذكر أن رجل القتل مئة نفسا وتابع لي الله اذا شكون تحت ما تسمحش لنفسك وتطالح معها ولكن تعترف بالأخطاء اللي درتي باش تخدم عليهم عندك النقص حتف الفرنسي وضعف فيها نحطها قدام عيني باش نخدم عليها قريبا وندل ليها وقت كيف ما قد ندل المواد ديالي أبواب توبة ما قدينش يبقوا ديما مفتوحين انت دابة في هذه اللحظة راه مفتوحين قدامك ولكن غدا الله أعلم واحتف قريتك هاتش اللي غدا تخدم عليه خاصه يبدا قريبا باش تدوز واحد شهر ونصف ونلقاك رجعتي كيف ما كنتي ديال دابة هو هو يلا خذ العزيمة وما تخلي حتى شي واحد ولا يتي حاجة تحطم لك المعنويات وللنفسية ديالك حيث نفسيتنا هي أكثر حاجة كنحتاجه في أي خدمة بغينا نديره إلا ما عاوننا سراسنا شكو اللي غدا يعاوننا ولا تقنطنا من رحمة الله السلام عليكم